موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بمناسبة عيد الأم ويوم المرأة العالمي طبعا هذا الشهر شهر مميز شهر آذار مارس فيه من احتفل من تذكر يوم المرأة العالمي في 8 مارس وطبعا اليوم أو بكرة يتزامن الموعد مع عيد الأم ولسيما في منطقة الشرق الأوسط لأنه في شمال أمريكا عادة بيكون العيد في شهر أيار مايو في هذه المناسبة بحب أقدم أجمل التهاني وأحر الأماني لكل أم لكل أخت لكل جدة لكل حفيدة لكل النساء اللواتي فعلا تعبنا واحتملنا النساء اللواتي تركنا بصمة على المجتمع وكانوا سبب تغيير وبركة لحياة الكاثرين في هذا العيد في هذا اليوم أنا بتمنى لكم كل خير وكل سعادة وبصلي أنه الرب يعطيكم الصحة والقوة والشفاء وبصلي أنه الرب يسدد كل احتياج في حياتكو بصلي من أجل كل الأرامل وكل المثكلات اللواتي فقدنا أولادهن سواء في الحرب أو في أي ظروف أخرى بحب أصلي من أجل الأمهات اللي عم بعانوا بسبب الظروف الصعبة والفقر والحرمان النساء اللواتي يساعدنا أولادهن بأمراضهم فبصلي أنه الرب يعطيكو نعمة خاصة في هذا اليوم وحقيقة أنتو مش بس بتستحقو يوم يسمى عيد الأم بالحقيقة تستحقو كل يوم ذكرى وشكر وعرفان وجميل لأنه المثل المعروف الدنيا أم ففي هذا اليوم بحب أباركو وأقول لكل الأمهات كل عام وأنتنا بألف خير والرب يباركو ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بمناسبة عيد الأم عاوز أتكلم عن موضوع أمهات صنعنا التاريخ وإذا أردنا أن نعدد النساء اللواتي فعلا تركوا بصمة تركوا أثر صنعوا شيء مميز عجيب في التاريخ هو النساء ولسيما الأمهات وطبعا الأم هي مخلوق عجيب متميز فريد ولها أثر وبصمة مش بس على العيلة أيضا على المجتمع إذا منرجع لكلمة الله في الوحي المقدس في العهد القديم منشوف أنه الله خلق آدم على صورته ومثاله ثم نرى أنه الله صنع حواء من ضلع آدم ثم قال ليس جيد أن يكون آدم وحده أصنع له معينا نظيره وفعلا خلقهما كما يقول الكتاب ذكر وأنثى بالتساوي هذه كانت إرادة الله وما جمعه الله لا يفرقه إنسان ومع إنه الإنسان اتمرد على الله بالخطايا البشعة والخطايا المستمرة وهي عملية ضد قانون الله وضد الهندس الإلهية والبرمجة الإلهية في هذا الموضوع فالله طبعا ضد تعدد الزوجات تعدد الزوجات يعتبر ضد شريعة وقانون الله كما علم يسوع المسيح في العهد الجديد وطبعا الله يعني ضد فكرة الشواز ولسيما الذين يزوجون ويتزوجون رجال برجال أو نساء بنساء ففكرة الزواج المسيح مقدس عهد مبارك بين رجل وبين امرأة والرجل يترك أباه وأمه يلتصق يلتحم بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا وهنا لا يسعني أن أقول إن واحد من المخلوقات العجيبة الأولى هي حواء أم كل حي فرغم خطية آدم وحواء لكن الله حولها للخير لأنه كان بفكر الله الأزلي الأبدي أن يأتي الفادي أن يأتي المخلص من نسل المرأة في ملء الزمان حتى يقدم الخلاص الكامل ثم أحبائي في أيام إبراهيم ننتقل إلى صارة صارة زوجة إبراهيم هي أم المؤمنين التي ولدت ابن الموعد إسحاق ومن خلال إسحاق ولد المسيح ليكون بركة ليكون بركة لكل الشعوب ولكل الأمم ثم نقفز بالتاريخ نأتي إلى أيام عمران ويوكاباد والدي النبي موسى يوكاباد أم موسى طبعا التي بالإيمان كما يقول الكتاب وعدم خوفها حمت موسى وخبأته الذي يعتبر موسى الذي يعتبر أعظم نبي في العهد القديم إذ أخرج الشعب من أرض العبودية من أرض مصر وطبعا الله استخدم أن يكون وسيلة لإعطاء الشريعة النموس والوصايا للشعب القديم ثم أحبائي نأتي إلى أيام داود داود الملك وداود النبي كان موجود في الصحراء وهناك أحبائي يعني كان على وشك يعني يعمل مذبحة أو مجزرة ولكن نقرأ عن واحدة اسمها أبي جايل أو أبي جيل التي بحكمتها وبفهمها منعت داود من حدوث أو إحداث مجزرة لإبادة بيت نابال الذي هو زوجها لأنه كان لئيم كان شرير وكان أحمق كما يقول الكتاب فهي منعت بحكمتها من أن يحدث مجزرة في أيام داود وماذا عن دبورة القاضية دبورة النبية والقائدة وهي أيضا كانت القاضية كانت تقضي لإسرائيل وأيضا يقول عنها الكتاب أمًا لإسرائيل هذه القاضية أحرزت انتصارات عسكرية على جيش سيسرة في كنعان والقصة موجودة في سفر القضاء الإصحاح الرابع والإصحاح الخامس أيضا ثم في العهد القديم نقرأ عن أم عظيمة جدا وهي المرأة الشونمية في أيام رجل الله النبي أليشع إن الشونمية أكرمت هذا النبي النبي أليشع وبالمقابل الرب أكرمها بابن أعطاها ابن وأكرمها أيضا بسبب الحرب اللي حدثت بإعادة أرضها وكل غلاتها بالسنين اللي تركت بلدها فطبعا الملك أرجع كل أرضها لأنها أكرمت الرب إنها امرأة عظيمة أم عظيمة ثم أحبائي إذا مننتقل للعهد الجديد وهنا نحتاج إلى مجلدات أن نتكلم عن القديسة المطوبة مريم العذراء اللي الرب اختارها والرب اصطفاها على نساء العالمين الرب اختارها أحبائي إن تكون أم يسوع أم الرب يسوع المخلص لكل البشرية فهي يعني وجودها كانت قناة أداة أن يأتي المخلص وهي اللي بشرها الملاك وقال لها سلام لك أيتها المنعم عليها الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرت بطنك وطبعا سألت مريم كيف يكون طبعا الملاك قال الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله سألت كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا قال الملاك الروح القدس يحل عليك آمنت بهذا الوعد وعندما تقابلت مع واحدة من أعظم النساء في العهد الجديد مريم ألي صباط أم يحنى المعمدان قالت لمريم مريم المطوبة العذراء من أين لي أن تأتي أم ربي حقيقة يحنى المعمدان يعتبر أعظم نبي في العهد القديم يعتبر الجسر بين العهد القديم والعهد الجديد وطبعا بعد المطوبة مريم اللي صباط تعتبر أعظم امرأة في العهد الجديد وتلك النساء أو الأمهات ولدنا أعظم شخصيتين يسوع المسيح وطبعا لا يمكن أن نقارنه بيحنى المعمدان يحنى المعمدان كان مجرد أداة وسيلة صوت سارخ أو كما قال يحنى لست مستحق أو استهل أن أحل سيور حذائه وأنه ينبغي ذاك أي يسوع أن يزيد وإني أنا أنقص ولكن أحباء الجدير بالذكر أنه مش بس ولدت أم المخلص الرب يسوع المسيح مريم نفسها كما تنبأ عنها تنبأ عنها أنه سيجوز سيف في نفسها فواجهت وعانت كل أنواع الألام تخيل أنه ملك أراد أن يقتل الطفل يسوع وبعده يعني صاب صغير وتخيل أنه اختبرت التهجير واللجوء هربت إلى مصر وهناك أحباء لفترة زمنية كانت تنتقل من مكان إلى مكان وتخيل معي كل المواجهات والاتهادات التي كان يوجهها ليسوع المسيح ومحاولة قتل المسيح عدة مرات وتخيل أنها احتملت الآلام إذ كانت عند الصليب عم تراقب استهزاء وتعيير الشامتين ولسيما من رؤساء الدين من الكهنة ورؤساء الكهنة والشعب أيضا والجنود وتخيل معي أنها تراقب يسوع اللي احتمل الجلب والعار وهاء الآن يسوع معلق على الصليب فكم من الآلام احتملت مريم من أجل هذا قالت منذ الآن جميع الأجيال تطوبني طوبة لك يا مريم فعلا تعتبر واحدة من أعظم نساء العالم بدون أي يعني بدون أي استثناء هي الأعظم بين النساء تعرف حبائي واحدة من القصص في العهد الجديد هي قصة المرأة الفينقية من لبنان أو المرأة الكنعانية أصولها من من كنعان هذه المرأة أم كانت أم وعندها مشكلة عويصة جدا كانت ساكنة في منطقة صيدة وهناك أحبائي كان عندها بنت وهي البنت كانت ملبوسة كانت مسكونة بشطان يمزقها يعذبها تتألم وطبعا هذا أصعب منظر على الأم واليوم أنا عاوز أقول في كتير أمهات سواء في غزة أو في أي مكان آخر عم بيتألم بسبب أولادهم ابن أمامها عم بيتألم من مرض معين أو آلام معينة فالأم تتألم أيضا هذه المرأة الكنعانية سمعت أن يسوع أجا لمنطقتها وخلاص عاوزة يعني تستغل الفرصة جاءت إلى يسوع بإيمان ولكن جاءت إلى يسوع بثقة وجاءت إلى يسوع رغم كل المصاعب والعوائق وجاءت إلى يسوع المسيح بحالة مستقتلة يعني جاءت مش رح ترجع ولا بأي سبب إلا ما تكون أخذت الجواب من يسوع صرخت يا ابن داود ارحمني وصرخت وحاولوا منعها من الاقتراب إلى يسوع وسمعت كلام لربما يعني يعثرها ليس حسنا أن يعطى خبز البنين إلى الكلاب ولكن يا على الإيمان وعلى التواضع تواضعها مش مهم أنا المهم حتى الكلاب مش الكلاب كمان بتعتاش وتقتات على الفتات اللي بينزل من موائد أربابها حسبني أنا كلبي أنا عاوز ألتقط بعض الفتات حتى هاي الفتات أنا قابلها منك يا يسوع بس دخيلك شفي لبنتي الرب يسوع اتعجب من إيمانها وحتما لا ننسى في هذه القصة أنه خلال حديث المسيح معها نبرت الصوت مهم جدا كان صوت يسوع مليان حنان نظرة يسوع حنان وشفقة وأريد أن أقول في هذا الموقف أنظر إلى وجه يسوع المسيح ثم أحبائي انظر إلى نهاية القصة أخذت الجواب وأخذت الشفاء ورجعت إلى البيت ورأت واكتشفت أنه بنتها شفيت بالتمام بالكامل فإذا أحبائي هذه عينة بسيطة من بعض الأمهات اللي تركوا بصمة في حياة الكاثرين ماذا نقول عن جدة تيموثاوس وأم تيموثاوس تلميذ بولوس الرسول لما بولوس كلم تيموثاوس عن الإيمان الساكن في جدتك لويس وأمك أفنيكي وهذا الإيمان انتقل عن طريق الإيمان لأنه مكتوب وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان بربنا يسوع المسيح فهذا الإيمان أحبائي من الجد للأم لا الإبن ما أعظم هؤلاء الأمهات اللواتي تركنا بصمات ليس فقط في حياة أولادهن ولكن تركوا أثر وبصمة على التاريخ فكل من هذه الأمهات الرب أعطاهم إما ولد أو عطية اللي تكون بركة وسبب بركة للعددين إبراهيم أعطاه إصحاق حتى يكون من نسله المسيح أنه تتبارك بنسلك جميع قبائل الأرض وحواء حتى تكون سبب خلاص لكل من يؤمن بالرب يسوع المسيح وهكذا أحبائي أم موسى أيضا كان سبب في تحرير الشعب القديم من أرض العبودية وأنه يتمتع بالشريعة الإلهية والنموس والوصايا اللي تميز فيها عن سائر الشعوب وهكذا في العهد الجديد خدام الله بسبب أمهاتهم أصبحوا مبشرين وكارزين ووصلوا إلى مناطق عديدة من العالم بسبب صلوات الأم بسبب محبة الأم وبسبب حنان الأم وبسبب خدمة الأم وبسبب تضحية الأم لأن الأم مضحية محبة متفانية ساترة عاملة كل دقة من دقات قلبها لأولادها وكل محبة من كيانها هو من أجل أسرتها ومن أجل عائلتها ولهذا السبب أقول فعلا مش بس لازم يكون في يوم لازم يكون كل يوم نتذكر أمهاتنا ونعطي الشكر للرب من أجل حياتهم ومن أجل بركتهم بركة الوالدين علينا ربنا فعلا يبارك كل أم كل أرملي بتشاهدنا ويمكن في أمهات عم بصلوا من أجل أولاد الرب يعطيكم الرزق الصالح أنا بصلي في هذا العام باسم الرب يسوع المسيح الرب يعطيكم طفل أو طفلة اللي تفرحوا فيها ويمكن في أمهات ما عندهم أطفال ولكن عندهم روح الأمومة روح الأمومة الرب وصف نفسه إنه هو أم فالأم لا تنسى رضيعها وروح الأمومة أحبائي هي روح العطف والحنان والتضحية والتفاني ما أكثر النساء اللواتي عندهن روح الأمومة أم حتى لو ما عندك طفل ولكن الرب أعطاك ناس ونفوس حتى تكون أم لهؤلاء المعذبات وفعلا المتألمات حتى تكون أم بكل معنى الكلمة ابقوا معي سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى أهلا أهلا حبائنا مشاهدينا معنا على الهوى الأخت بولين أهلا وسهلا أخت بولين عياد أنت معانا على الهوى أهلا وسهلا فيك أخت بولين أهلا وصهلا فيك ربنا يباركك أخت بولين بس عشان أعرف عن بولين بولين هي من غزة زوجة طيب الذكر اللي هو زوجها اللي استشهد في غزة رامي رامي عياد على يد المتطرفين في غزة ولكن بولين عندها خدمة رائعة هي خدمة الأرامل اضطرت أن تترك غزة لأسباب أمنية وحاليا هي موجودة في بيت لحم وهي بتخدم مع الأرامل ربنا يباركك أخت بولين وربنا يستخدمك ولكن إيه على قلبك توجهي اليوم ولسيما للأرامل في عيد الأم يعني اليوم أول إيش بحب أهلني كل الأميات بعيد الأم وحب أخص بالذكر اللي هما الأميات الأرامل اللي أكتر إشي اللي يقولهم اللي هي بتعزينا اللي هي كلمة الله وقديش في الكتاب المقدس الرب قدرنا أنا كأرملة الرب قدرني فيها لأنه 64 مرة ذكرت كلمة أرملة في الكتاب المقدس 51 مرة في العهد الجديد آية و13 مرة في العهد الجديد و51 مرة في العهد القديم فهذا بيدل على قداء الرب مقدرنا وبعزنا إحنا كأرامل عشان هيك الرب بتدعونا إنه إحنا نفرح فيه في أشعية 54 بأربعة خمسة قالنا لا تخافي لأنك لا تخزين ولا تخجلي لأنك لا تستحين فإنك تنسينا خزي سباكي وعارك رملك لا تذكرينه بعد لأن بعلك هو صانعك رب الجنود وهنا بيوعدنا الرب يسوى إنه بعلنا هو صانعنا اللي هو الرب فهذا الإشي بيخلينا نثق إنه السند والمعز الوحيد لإلنا هو الرب يسوى وإنه هو اللي رح يمسح كل دمع من عينينا واللي هو اللي رح يسمع تنهدات قلبنا وجراحات نفسنا وهو البلسم كمان لجروحنا لأنه هو كمان وعد إنه وإذا حبيت إنه إحنا نتفجع كأميات في الكتاب المقدس تذكر إنه فيه كتير أمثلة عن الأرامل لكن فيه أرملة وأم في الكتاب المقدس أنا سحب أشارك فيها الأم الأرملة اللي هي أرملة وعاء الزيت اللي كيف هي وثقت بالله إنه هو رح يصد احتياجها إنه زوجها مات وترك الها ديل وإجت ديانين عشان ياخد أولادها لكن هي ما سمحت للديانين لهم ياخد أولادها فكانت تلاقي وسيلة إنها تتخلص من هذا الإشي فهي ما لقت إلا تروح عند النبي أليشع وتطلب منه المساعدة وبالفعل هي أطاعت كلمة الرب في هذا الإشي لأنه أطاعت كلمة الرب وإنه هي كانت واثقة إنه خاض الأرامل وأبو الأيتام وهو لا يتركنا ولا يهملنا فكل كل سيدة يعني بحكي إنه تشبه في هاي الإمرأة اللي هي إمرأة وعائزة إنه إحنا مهما صبطنا من صعوبات في هذه الحياة من من تعب مع أولادنا إنه إحنا لحالنا بدون أزواجنا لكن الرب هنا وعدنا إنه مش رح يتركنا بالمرة وإنه رح يسدكم إحتياجنا وما نسمح لأي شخص زي ما هي ما سمحت الديانين إنهم يأخذ أولادها أنا ما أسمح لأي شخص إنه يتعد على أولاد بثقة من الرب يسوع المسيح إنه معنا مش رح يتركنا ولا يهملنا يعني هذه لا اللي عاوز أقول أخت بلين طبعا كاملة بس يعني فعلا ربنا يباركك عندك خدمة مميزة في بيت لحم اللي هي خدمة الأرامل ولما كنت في بيت لحم وخدمت معك في هذا الاجتماع زهلت من كمية الأرامل اللي موجودة عنا بفلسطين والإش اللي لفت انتباهي إنه كتير من من الأرامل يعني ما زالوا شابات ما زالوا يعني صغار في العمر وطبعا في هذه الأيام في الحرب الموجودة في غزة لا يسعنا إلا أن يعني نعزي كل الأمهات اللي فقدوا أولادهن ونعزي كل الأرامل يعني أنا بتذكر آخر اجتماع كان إلي مع نساء من غزة في بيت لحم كمان في منهم اللي قتل أهليهم بالكنيسة في الكنيسة الأرتودوكس وبكنيسة اللاتين وطبعا الهام فرح اللي هي معروفة جدا في منطقة في منطقة غزة اللي احنا منحبها كلياتنا وربينا أنه نعرفها ونحبها ولكن الشيء اللي لفت انتباهي فيك أخت بولين وممكن تعلقي أنه رغم أنه زوجك مات شهيد على يد المتطرفين وهذا طبعا مؤلم جدا مؤلم جدا جدا وانت كنت ما زلت شاب صغيرة لكن اللي أنا لمسته فيك اللي هو روح الغفران والمسامحة حتى للأشخاص اللي سببوا هذه الكارثة أو المأساة في حياتك قتل زوجك ولكن بتكني روح الغفران كيف ممكن إنسان يصل لهذه الحالة شاركينا أخت بولين يعني الغفران مش إشي سهل خاصة لمن يكون إشي كتير صعب زي أنه أشخص يجي يقتل عز الناس على قلبك وإنه يتركنا بمسؤولية كبيرة يعني فذاك الوقت كان أولادي كتير أطفال يعني وحتى أنا كنت حامل ببنتي وما كان علي سهل أني أنا أغفر بالبداية أنا رفضت الغفران لأن حتى كنت أي حد يقول لي أنت من تجربه لازم تغفري كنت أرفض وأحس أن هذا الشخص مش عم بشعر فيه لكن صليت الصلاة هي كانت السبب الأساسي كنت دايما أصلي وأقول له يا رب أنا مش قادرة أغفر أنا بعرف أني أنا بنتك فأنا لازم أغفر بس أنا مش قادرة أعطيني يوم ما أغفر لهدول الأشخاص أنه لما يجي ابني يبكي ويذكر أبوه ما أذكرش اللي أتى الرامي وهاي بصراحة عادت معي لمراحل مش من أول مرة لكن الغفران قرار فأنا أخذت هذا القرار وبدأت أصلي وحطيته بين إيدين الرب في البداية الرب صار يعطيني أشياء مختلفة يعني صار يفتعيني على أمور أنا ما كنت شايفاها يعني بطلت الموضوع أصف أنه رامي أتل صار أشعر أنه اللي أتل رامي هو الرب استخدمه كوسيلة رامي يروح فيه على السماء هذا الإشي كان يعطيني شوية هدوء بعدين الكتاب المقدس الرب لما نحكى أنه للموت له وقت والحياة له وقت أنه هذا الوقت المحدد اللي الرب يأخذ رامي فيه خلاني أشوف أنه هدول اللي أتلوا رامي ما هم إلا وسيلة عشان يروح فيه على السماء وبدأت أشعر أنه أنا بدي أغفر لكن بعد بعد خمس سنين لفي مؤتمر وكنا إحنا نصلي وصلينا كانت عن طريق الغفران وصليت عن طريق أنه أنا بدي أطلق الشخص اللي 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 أتى الرامي وفعلا أنا صليت بكل إيمان وقول لي يا رب خلاص أنا بدي أغفر وحتى تدى الموضوع بعدين الرب لشعارت بالغفران الحقيقي يعني أنا شعرت بعد خمس سنين لقدرت أغفر ما كان غفران تريع وأخذ كثير مراحل في حياتي بس كان كله مدعوم بالصلاة أخت بولين إحنا في الشرق الأوسط منحتفل في عيد الأم إيش رسالتك اللي عاوز توصليها للأمهات يعني الأمهات بشكل عام أو للأرامل ممكن الجهتين الأمهات والأرامل يعني أول إش بقولهم كل عام أنتم بخير بقولهم أنه إحنا طول ما إحنا بعاد عن كلمة الرب إحنا ما منقدر نمشي في حياتنا يعني أنا واحدة من الناس لما كنت أصلي وأولادي أطفال وأنا كنت لحالي كنت دايما أنا أقول له يا رب أنا بدي أولادي يكون وخدام لإلك يا رب أنا وحيدة وإنت اللي وعدت في الكتاب أنك أنت أبو الأيتام وهذا لولادك يا رب أنت اللي ربيهم عني وكنت دايما أحط أولادي بين إيدين الرب دايما فالصلاة اللي الأم اللي بتطليها لأولادها هي عبارة عن كنز الرب عم بيجمعه فلما نطلع أولادي وكبره وقديش الناس بيحكوا عنه وقديش بيحكوا عن الترباية تبعيتهم بقولهم هذي ترباية يسوع فلأنا بس بحكي لهم أنه الرب يعطينا حكمة سماوية كيف إحنا نتطرف مع أولادنا كيف إحنا نقدر ندبر أمور حياتنا كيف دايما إحنا نتطلع على الرب يسوع في السما دايما ما نطلع على الصعوبات لازم نصلي وقول يا رب احملني فوق هاي الصعوبات اللي نحن نمر فيها الأم رسالة كثير صعبة فيها تحديات كثيرة خاصة لما نتكون الأم لحالها وحتى لو كانت الأم مع زوجها كمان أمرار المسؤولية الكبيرة دايما ابتقى على عاطق الأم فبصلي أنه لكل السيدات أنه الرب يعطيهم حكمة سماوية كيف يتعاملوا مع أولادهم وكيف ربوهم على كلمة الله وخلال الكلمة أخت بولين ربنا يباركك وشكرا كتير إليك على المداخلة ربنا يحميك وربنا يسدد كل احتياجاتك وربنا يستخدمك وكل عام وأنت بألف خير تسلام وأنت بألف خير يا رب شكرا كتير شكرا حبائي الوضع في الأراضي المقدسة في فلسطين الوضع صعب جدا وألاف من النساء والأطفال اللي قتلوا في غزة وطبعا اليوم مش مش يوم إداني ولا شو الأسباب وشو المبرر لأي طرف من الطرفين ولكن اللي عاوز أقوله أحبائي إنه الرب شايف والرب عارف وأكيد أصعب شيء هي دموع الأم اللي بتبكي في في الليل في الظلمة اللي ما حد شايفها دموعها اللي عم تنزل الرب شايف كل دمعة ومثل ما حكت بولين في يوم من الأيام الرب سوف يمسح كل دمعة من العيون الحرب مدمرة بغض النظر مين الربحان ومين الخسران ولكن احنا تعودنا بالشرق الأوسط حتى لو كله خسران إلا دايما انهنوا بعض في الانتصار ومين اللي بتقلم هي عامة الشعب النساء والأطفال والأمهات الأمهات اللي فقدوا فلذة أكبادهم عز أشخاص عندهم وفي نساء يعني أمهات اللي فقدوا أولاد كثيرة في نفس الأسرة في نفس البيت ربنا يرحم ربنا يوقف الحرب ربنا يوقف شلال الدماء لأنه بلادنا من أول التاريخ إلى يومنا هذا لم تعلم ما هو لسلامها كما قال يسوع من أورشاليم من القدس على جبل الزيتون لم تعلم ما هو لسلامها أنا بصلي الرب يصحينا ويوعينا ونستيقظ من النوم الروحي طبعا ونبتدي نشوف إيه اللي استفدنا من خلال كل السنين مش فيه شيء أهم في الحياة أنا بصلي إنه الرب يلمس قلوبنا وحياتنا رح أخد كمان مكالمة من من مدلين أهلا وسهلا أخت مدلين أنت معانا على الهوى مدلين أهلا وسهلا فيكي أوكي ظاهر يعني الخط خلينا نأخد فاصل وبرجع بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يعني مات زوجها شهيد قتل على يد المتطرفين ولكنها ما زالت تحمل الرسالة والرسالة تخللت أولادها وطبعا الاجتماعات اللي بتقوم فيها مع الأرامل في فلسطين عنا مكالمة مثل ما ذكرت برجع أخد المكالمة من الأخت مدلين من فلسطين أهلا وسهلا أخت مدلين يسعد مساك السير سلام المسيح وبركة الرب تكون معكم أهلا وسهلا أخت مدلين طبعا أنت من فلسطين إذا ممكن تشاركينا شوي عن وضع الأمهات في المنطقة عندكم كل عام وجميع الأمهات بألف خير وبركة وإن شاء الله الأيام الجاية أحسن وأحسن تكون لأن الوضع كتير زي ما إذا ذكرت حضرتك الوضع كتير صعب على كل الأمهات الأمهات في كل فلسطين بتعاني الألم الحرب بتعاني ألم الجوع ألم الألم الفقدان الخسارة بدي أقص بالذكر أنه أعيد الأمهات في غزة كل عام والأم المضحية المتألمة بألف خير تبكي عيوننا ألماً على جميع هؤلاء الأمهات بتوقف بتواجه الصعاب عشان أولادها عشان زوجها عشان بيتها خسارة الكثير عظيمة الأم كم هي عظيمة اللي عمال بتشوف بلادها بموتوا وتشكر تجمع ركام بيتها اللي اللي بنعتوا بتعبها وشقاها هذا كتير كان يعني مشاهد صعبة على كل أم إنها تشوف هيك الأمهات بتعيش لولاد عمال بيموتوا جوع أمام أمهاتهم أمهات لم تجد أكل لم تجد مسكن ما فيش مي لطنق أطفالها في أمهات عمال بتموت من نقص الأدوية شفنا أمهات راحة تجيب بعض الطحين لتطعم أطفالها حينها تعود تجد أطفالها وزوجها تحت الركام مش قادرة تساعدهم فهذا يعني إحنا نأسف إنه إحنا في هذا القرد والتفاصل الحديث والتكنولوجيا وإحنا عمال من نرشع لمتين وتلاتمئة سنة لورا فنأسف على هذه الظروف الصعبة اللي بتمر فيها بلادنا بتمر فيها أمهاتنا بتمر فيها بناتنا أمهات كمان يعني كتير الوضع صعيب لكن نشكر الرب إنه هو يتحنن علينا ويتحنن على ضموع الأمهات أمين أمين طبعا عم نشوف هذا الوضع في بلادنا أخت مدلين وأكيد أنت عم بتراقب الأمر يعني عن قرب عن ما يحدث في في غزة وكمان قلت بفلسطين الأوضاع نفس الشي ممكن عشان نسمع الأخبار أكتر عن غزة ولكن نفس المعاناة بفلسطين أكيد الإغلاقات العمال ما بخرجه يشتغله التسكيرات الهدم الاحتقالات يعني الأوضاع في كل فلسطين استعبار طب إيه الرسالة اللي ممكن توجهيها أخت مدلين لكل اللي بيشاهدونها تعارفة هذا البرنامج يشاهد في كل أنحاء العالم إيه الرسالة اللي بتحب توصل لها بدأ أوصل إنه قديش هي عظيمة هاي الأم اللي بتتحمل الأم اللي شافت كل هاي الأوجاع وليس واطفة عرج ليها كم أنت عظيمة أيها الأمرأة ليس فقط يوم عيد أم بل كل يوم كل ساعة هو عيد لتلك المرأة التي تتحمل صلاتنا في هذا اليوم يعني لهاي الأم العظيمة أنه الرب يأتيها طوة يأتيها الصبر يأتيها تحمل يأتيها انتصار كل الظروب آمين 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 أخت مدلين شكرا جزيلا والرب يباركك شكرا ونحن نستمر نصلي من أجل السلام ووقف الحرب وأنه فعلا الرب يغير كل وضع بلادنا يعني للخير والأفضل ونحن نعرف أنه ما في سلام إلا من خلال يسوع المسيح ربنا يباركك ربنا يباركك شكرا ويباركك شكرا شكرا جزيلا تعرف حبائي يعني ممكن واحد يحتاج برامج وبرامج عن كل المعاناة اللي بتمر اللي بتمر في الأمهات نحن ذكرنا بعض الأمثلة من الكتاب المقدس عن أمهات تركوا بصمة تركوا أثر في حياة النساء حتى في أيام الاضطهاد سواء ابتداء من أيام نيرون الإمبراطور نيرون كيف كانت الأمهات تمشي مع أولادهم إلى الموت وتشجع أولادها تشجع أولادها حتى لا ينكروا يسوع المسيح وهم يمشون إلى الموت لكي يطعمون إلى الوحوش المفترسة أو يحرقون على الصلبان ولكنهم كانوا يرنمون ويمشون بحالة الترنيم والفرح لأنهم سيتقابلوا مع يسوع المسيح كما يقول في الرسالة إلى العبرانيين عن أبطال الإيمان وبطلات الإيمان طبعا سحابة من الشهود بعض هؤلاء النساء اللواتي أخذنا أو أخذت نساء أمواتهن بقيامة عندهم رجاء القيامة واليوم نحن محتاجين نرجع للرسالة رسالة الأم الأم اللي بتأثر على كل بيتها وأريد أن أقول إيمان الأم هو الذي يتخلل ويستمر في حياة أولادها نقرأ عن ليديا بائعة الأرجوان آمنت واعتمدت هي وأهل بيتها فالأم لها تأثير عظيم على الأولاد واليوم كل أم متألمة أو كل أم عم تشعر بحالة الفشل ووصلت إلى حالة اليأس وعدم الرجاء الله عنده مخطط رائع لحياتك الله مشتركك يقول الكتاب المقدس لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء فتدعونني طبعا الرب رح يستجيب فإذن في رجاء في آخرة ورجاء في مستقبل وهذا المستقبل هو في إيد الرب ولما بتصلي الأم لما تصلي الأم بتهز كيان الكون وبتهز الدنيا وبتغير المجريات والأحداث في كل على كل المستويات لما تصلي الأم لابد إنه الأسرة تأتي إلى يسوع المسيح لما تصلي الأم لابد أن تغير قوانين وشرائع حتى قانونية أو دستورية أو حتى في المدن والدول والإمبراطوريات فصلاة الأم هي شهادة صلاة الأم هي قوة صلاة الأم تؤثر وتغير في نفس الوقت طبعا في كتير ناس بنعرفها ومنحكي عنها وفي ناس اللي ذكر عنهم الكتاب ولكن في كتير أمهات اللي ما بنعرف عنهم أي شيء اليوم في هذا الصباح وأنا عم بفكر في عيد الأم عم بفكر هيك في كونسبت جديد بفكرة طبعا حكينا في كل موضوعات الأم إلى آخره ولكن يعني قلت له يا رب ذكرني إيش يعني الممكن واحد يشارك ورجعت ذاكرتي للطفولة أنا يعني أنا من سكان قانا الجليل وكان بيتنا يعني وين أنا ربيت بجانب كنيسة العرس كان يعني وين المسيح صنع المعجزة الأولى وكنت بلعب في الشوارع القريبة واليوم بسموها شارع الكنائس وطبعا في هذا الشارع فيه كنايس كنيسة ناثنائيل اللي هو من قانا الجليل وهناك أمي مدفونة بنفس المكان وطبعا فيه كنيسة الروم الأرتدوكس واللاتين وهكذا فيه مدرسة مشهورة هناك مدرسة الرهبات مدرسة الفرنسيس كان وحتى مديرة المدرسة هي قريبة أنا وعاوز اليوم أكرم أم يمكن مش الأمهات اللي منسمع عنهم سواء أرامل أو أم عندها أولاد ومنحتفل فيها يمكن كتير مرات بننسى أمهات من نوع آخر اللي بضحه اللي تركوا ملذات ومصرات الحياة وقرروا بكل بساطة أنه يخدموا الله ويخدوا نذر على حياتهم أنه يترهبنوا وما يتزوجوا وأنه تكون حياتهم خدمة وأتذكر في هذا الشارع كان في عيادة نعم كان في عيادة لأنه المرسلين من قبل كان بالأول يبنوا مدرسة اللي هي مدرسة الرهبات مثلا وين أنا وين أنا تعلمت وين درست وفي عيادة هذه العيادة عيادة صغيرة ولكن دايما مزدحمة 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 من كل يعني من كل القرى ومن كل الضياع في عنا بعض قرى البدو حتى قريبة على قان الجليل كانوا يجوا يا لجمال تلك الأيام الطفولة في رهبة اللي هي كانت معرفش إذا كانت دكتورة ولكن هي أكتر من طبيبة بصراحة لأنه كانت تخترع يعني المرهم وكل أنواع الأدوية وتساعد بشكل مجاني ومثل ما ذكرت المكان مزدحمة جدا الأغلبية الصاحقة طبعا مسلمين وبيدو مسحيين والكل وما فيش مكان كانوا كله بيقعد في الشارع وكانت مثل ما بيحكوها في الإنجليز the good old days الأيام الحلوة لما كانت الناس في تعايش في محبة في سلام ما كانش فيها العنصرية الدينية أو السياسية مثل اللي منشوفها اليوم المسلمين والمسحيين كلهن وكانت هاي الرهبة خدمتها أنه تعالج الناس مجانا أو بشكل يعني شكل بسيط ممكن الفاتورة ولكن كانت معطاقة جدا وتعطي الأدوية وتزور الناس واليوم طبعا الكبار الكل بيتذكرها يمكن مش مذكورة ولكن اليوم ملائكة السماء والسماء فرحاني بوحدة ضحت وأعطت كل حياتها من أجل بلد اللي هي قانا الجليل اسمها منصميها مادري جوفينا بالتلياني اللي هي الأم الجوفينا وطبعا في مثلها متايل ماذا نقول عن يعني الأم تاريسا في الهند التي أعطت وأعطت وأعطت وماذا نقول عن ليليان تراشر في ملجأ في أسيوت في صعيد مصر اللي اللي ضحت بكل معنى الكلمة تركت خطيبها في في الولايات المتحدة وراحت تخدم كان الحياة صعبة جدا بين الفلاحين ولكن خدمت وخدمت وتبنت واحتضنت أطفال واليوم يعتبر صرح كبير مبنى ضخم جدا واللي خرجت منه أطباء ومهندسين وكل أنواع الناس من هذا المكان كله بسبب تضحية امرأة اسمها ليليان تراشر وماذا نقول عن الأم ماقي اللي تركت كل أملاكها وعم تشتغل في حي اسم الزبالين في القاهرة في منطقة يسمى جبل المقطم أكيد المصريين عارفين عن إيش عن إيش بحكي فعلا يعني فيه شهادات وفيه بصمات اللي ناس بتضحي بتترك كل غالي ونفيس في حياتها حتى تكون بركة وحتى تكون عطاء لكل من حولها هاي الرسالة منسميها أنه هؤلاء الأشخاص نور للعالم وملح للأرض ورائحة المسيح الذكية في قانا الجليل هذه الرهبة جوفينا ماتت من زمان طبعا والعيادة سكرت ولأنه كل القوانين اليوم اتغيرت ولكن كل الجيل القديم بس يتذكر بيتذكر هذه الأم جوفينا اللي ضحت من أجل قانا الجليل تعالج مرضانا فطبعا الرب بيعرف وشايف وعارف والرب شايف إنه كأس ماء بارد لا يضيع أجره حبائي يمكن لو طلبت منكو على فكرة ياريت يعني أحب أطلب من كل مشاهد بهذه المناسبة إذا ممكن تكتب لنا سطرين على الصفحة حكي لنا هيك اختبار شهادة عن أمك لأنه أكيد كل الناس اللي رح تقراها الملايين اللي رح يشوفوها رح يتباركوا فمن فضلك لا تبخل وشاركنا يعني شارك في قصة عن أمك وهيك ولو بجملة بسيطة ليه أنت بتحب تكرم أمك وطبعا أنا كمان بحب أكرم أمي أنا شخصيا أمي تعتبر بطلة بكل معنى الكلمة تزوجت ولكن حدست الحرب في 48 هي كانت من حيفا وطبعا أخذت المنطقة كلياتها بيتنا وأرضنا وكانت في منطقة عند الكرمل وطبعا يعني الأغرب في الموضوع والصعب جدا أنه أمي يعني أمها يعني بين وين راحوا على لبنان أكم ساعة مش بعيدة كتير ولكن بسبب الحرب صار في حدود صار في حاجز ما قدرنا نشوف لستة اللي هي جدتي ولا ولا أخوالي ولا حتى كل أولاد أخوالي من كل طرف أمي ما شفناهم بسبب الحرب بسبب المأساة وبسبب المعاناة وفوق كل هذا كانت الأوضاع صعبة جدا في تلك الأيام والفقر وكننا عشر عشر أفراد في بيت واحد في غرفة واحدة ننام ولكن وأبوي مات وإحنا صغار فأمي ربطنا وفعلا هي بطلة في كل معنى الكلمة وطبعا كل واحد يتذكر قصص حلوة عن أمه أنا بالنسبة إلي اتصلت أختي وقالت أمي يعني الأطباء قالوا أنه هي يعني شبه ميتي كانت في في الانتنسيف كير وكانت في مستشفى الناصري طبعا أنا أجيت من كندا للمطار أخذ تاكسي وصلت يمكن في منتصف الليل للمستشفى وفرت على غرفة الإنعاش طبعا كانت يعني ميتة يعني حرفيا كانت ميتة وطبعا أنا كنت بصلي في داخلي بقوله يا رب لسه صغير وتقلمت كتير في حياتها يعني مش هذا الوقت أنه أن تموت وتمسكت بوعد الذي يقول لن أموت بل أحيا لأحدث بعمل الرب بمعجزات الرب بعضائم الرب وفعلا وصلت شلت استارة هي كومة ما في يعني مواتي وحتى ما كانت صلاة أول ما حطيت إيدي عليها استيقظت أمي وكأنه لا يعني ما فيها أي مرض وجلست فجأة على السرير وطبعا هي تفاجأت لما شفتني أمامها وأول جملة وأول تعبير قالتها يما نظار حبيبي أنت أكلت تخايا للأم يعني ميتي وقامت وأول جملة لما قامت على قلبها إذا ابنها أكل أو لم يأكل هذه هي الأم على فكرة وأكيد أمك غالية عزيزة جدا على قلبك وكلنا نتساوى المسلمين والمسيحيين لأننا شعبنا بحب العيلة والعيلة شيء مهم جدا ترابط العيلة فأريد أن أقول للجميع كل عام أنتم بخير وأريد أن أقول للأرامل ربنا يصبرك ويسدد احتياجاتك وأريد أن أقول للأمهات المتألمة بعد قليل الرب جاي الرب جاي خلي عينيك على الرب يسوع هو اللي بيسندك وهو رجائك وهو حاميك وأريد أن أقول في الختام لكل أم ولكل شخص يشاهدني إذا فعلا أنت مدرك أنه ما في عندك حياة أبدية هاي الفرصة إليك الآن بكل بساطة اتصلي قل له يا رب يا رب ارحمني أنا الخاطئ صليها سامحني على كل خطية طهرني من كل إثم وأنا أقبلك يا يسوع في حياتي إذا أنت صليت وإذا أنت صليت بحب أسمع منك ولكن أريد أن أشجع أنه الله لم ينتهي من عمله في حياتك كأم الرب مازال يشكل الرب مازال يعمل في حياتك ولكن بصلي الرب يفتح عنيك حتى تكون حياتك أنك تكون وسيلة لتوصيل محبة المسيح لبيتك وأولادك وللمجتمع من حولك ربنا يباركك وكل عام أنت بألف خير ترجمة نانسي قنقر